اشتركوا في القناة يسألك مباشرة كم عمرك وكم راتبك وانت وين تشتغل وياخذ تفاصيل من حياتك الخاصة جدا وكم عدد أبنائك ومتى متزوج ومنه يعني زوجتك من منه فيدش في أمور وتفاصيل أخرى وبعضهم بما نحن نتكلم في رمضان يسألك حتى فطورك من طبخه لك أو السحور منهم سوية فمثل هالحالات نواجهها لازم نستخدم الذكاء الاجتماعي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن لازم أن نحن نكون حذرين في الردود على هؤلاء الناس ولازم نكون نحن لينين معهم في القول لكن ما نعطيهم أي شيء لأن تلقائيا اللي نعطيهم إياه هم يروحون يعطونا الناس بطريقة تلقائية بحيث أن يسولف وجايب لهم خبر جديد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الصديق المتطرف ترجمة نانسي قنقر